اشتركوا في القناة اوالي ثلاثة الاف متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم وكانت البطولة قد انطلقت في الثاني والنصف ظهرا بتوقيت مملكة البحرين وتستغرق لأكثر من اثنتين عشر تساعة بالنسبة لأصحاب المراكز الأولى وانطلق سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في منافسات السباحة التي أقيمت في بحيرة وود لانز بداية من نورث شورك بارك والنهاية في تاون جرين بارك مع اختلاف منطقة دخول السباحين وخروجهم بمسافة اثنين فصل اربع ميل وتمكن سموه من اجتياز المسافة بزمن وقدره ساعة وثلاث دقائق وست واربعون ثانية وهو افضل زمن يحاققه سموه في لترايثلون الكامل ثم انتقل سموه سريعا بعد الانتهاء من السباحة الى مرحلة الدراجات الهوائية لمسافة مئة واثني عشر ميلا ونهاية البطولة بجولة الجري بطول ستة وعشرين فصل اثنين ميل وقبل انطلاقة السباق اكد سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان مشاركة الفريق البحرني في سباق الرجل الحديدي في تيكساس تعد من المشاركات الخارجية المهمة التي حرص الفريق البحرني على التواجد فيها بقوة عبر اعضائه الذين يمتلكون خبرة واسعة في منافسات الرجل الحديدي التي نأمل من خلالها ان يوفق الفريق في تحقيق نتيجة ايجابية تشكل له دافعا قويا في المشاركات المقبلة معتبرا ان تواجد الفريق البحرني في السباق سيكون له اثار ايجابية عبر اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات كما اشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى انه يطلع الى تحقيق نتيجة ايجابية في السباق والوصول الى ارقام جديدة في رياضة الترايثلون وتحطيمها بالاضافة الى تحقيق مراكز متقدمة مشيرا سموه الى انه وصل الى الجاهزية التامة لهذا السباق وذلك بعد خوض التدريبات مكثفة في البحرين ومن ثم استكمالها في تيكساس وتطلع الى تحقيق النتائج الاجابية في السباق لتأكيد مكانة الترايثلون البحرينية واضاف سموه ان سباق الرجل الحديدي في تيكساس يعد من السباقات التي تمتلك مكانة كبيرة بين جميع السباقات باعتباره الاقوى من كافة النواحي حيث يأكد فيه المشاركون قوة المنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة في السباق في ظل ما يتمتع به المتسابقون من قوة مدنية عالية تؤهلهم للمنافسة على اللقب وبالاضافة ففي هذه القراءة الفنية لسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فقد أكد ان السباق لن يكون سهلا على الجميع في ظل تواجد هذا الكم الهائل من المشاركين الذين وضعوا نصب عينهم تحقيق المراكز المتقدمة مشيرا الى ان الفريق سيسعى بكل قوة الى تحقيق انجاز جديد بعد الانجاز الاخير الذي تحقق في مختلف البطولات السابقة والذي يعطي الفريق دافعا من اجل مواصلة حصد الانجازات الرياضية في رياضة الرجل الحديدية وعرى بسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ثقته التامة بقدرة اعضاء الفريق البحريني على تخطي كافة التحديات الموجودة وتحويلها الى نقاط قوة وانطلاقة للوصول الى تحقيق انجاز جديد للرياضة البحرينية انا متفائل ولو ان اعرف ان ارقامي جيدة لكن حصرت المتسابقين الان اعتقد واحد اللي هو اقوى مني في السباق هذا والهدف اليوم اني انا اصيده رقم 111 هو اللي بيشكل لي الخطورة في السباق لكني شفته اليوم صحيح ليقته اكثر مني لكن ما اعتقد انه اليوم باصراري وشجاعة اللي بيتحلال في هذا السباق اليوم يعني متأكد انا بالاصرار اللي انا فيه ما اعتقد انه بيتغلب عليه شكرا للمشاهدة